بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترين خلاص أفنا قصة الأفراح والانتصار والفوز على التراجي في لقاء الزهاب بسلسة أهداف مقابل لشيء وهيبدأ كلامنا وتركزنا على لقاء العودة قلت مبارح وأكدت على فكرة أن الانتصار والنتيجة الكبيرة آه على الورق وبمقاييس مباريات الأهلي مع التراجي تقول بنسبة كبيرة ضمنت التأهل إلى المباراة النهائية ولكن الكورة دايما فيها متغيرات وفيها مفاجآت كثيرة هبدأ واتطلع أتكلم كل يوم في نفس الإطار مباراة العودة نلعبها وكأننا لسه تعادل سلبي في تونس لأن حالة فكرة اللي احنا بنتكلم على المباراة النهائية يا جماعة كثير أنا شايفها ممكن ما تكونش إيجابية لأن الإحساس ده بيوصل على فكرة بطريقة حتى لو بشكل غير مباشر إلى اللاعبين أو حتى الجهاز الفني الجهاز الفني عمل حسابه وتكلم كويس على لقاء الزهاب ونتيجته وإزاي يقدر يتعامل مع لقاء العودة ولكن دورنا الإعلامي مع جماهير الآلي نتعامل مع لقاء الزهاب وكأنه غير موجود ونتعامل مع مباراة العودة وكأنها مباراة هي الأولى والأخيرة 90 دقيقة محتاجين نطلع بنتيجة إجابية لضمان التأهل إلى مرحلة الدور النهائي بإذن الله من دور أطال إفرقيا حلقة النهاردة حلقة مهمة كمان عشان هنتكلم على مباراة ساندونز الوداد هنتكلم على الإجراءات اللي هتتتخذ خلال الساعات اللي جاي بخصوص مباراة العودة على أستاذ القاهرة الدولي مبين الأهل والتراجي التونسي نهذا ده فيه أخبار كتير على السوشيال ميديا محتاجين نوضحها ونشرحها لكل السادة المشاهدين ولكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وبدري بدري كده بعد مبارتي الزهاب أعيز أعرف توقعات حضراتكم لطرفي المباراة النهائية من مسابقة دور أبطال إفرقيا ممكن يبقى الفاينال أهلي وساندونز ممكن يكون الفاينال أهلي ووداد نتمنى طبعا بإذن الله يكون الأهلي موجود طرف أساسي في المباراة النهائية ولكن بعد نتاج لقاء الزهاب مين أكتر فرقيتين مرشحين للوصول للمباراة النهائية شاركوا معنا في الإجابة على السؤال عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة أخيرة أستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم بسرعة نروح لأهم العنوين في تريند الأهلي عشر ألاف مشجع لمباراة الأهلي والترجي وكمان القضاء الإداري يؤجل دعوة الأهلي بحل لجنة الانضباط وفي التريند العالمي تريزيجي يقترب من الدور السعودي استعرض مباراة اليوم ونبدأ مع بعض مباراة الدور المصري الساعة 8 النهاردة من مساء اليوم في مباراة بين سيراميكا كيليوباترا مع غزل المحلة وده النهاردة مباراة في إطار مباراة الجولة السبعة وعشرين نروح للدور الإنجليزي والشوت الأول انتهى منذ قليل بتقدم منشستر سيتي على إيفرتون 2-0 ويبدو أن السيتي خلاص بيقترب بنسبة كبيرة لضمان ألفوز بالدور الإنجليزي طيب أيضا في نفس اللحظات وفي نفس التوقيت والشوت الأول انتهى أيضا منذ لحظات بتقدم برينت فورد على ويستهام يونيتد 2-0 ستة ونص النهاردة أرسنال هيصديف برايتون طيب نروح لمباراة الدوري الأسباني وانتهت مباراة سلتا فيجو وفالانسيا بفوز فالانسيا 2-1 خمسة وربع إليتشي بيصديف أتلتكو مدريد ستة ونص بلد الوليد بيصديف إشبلية والساعة العاشرة من مساء اليوم إسبانيول بيصديف برشلونة وبرشلونة بيصعب التأكيد لتأكيد الصدارة لضمان إنهاء مسابقة اللليجة مبكراً والفوز بالدوري الأسباني دي مقدمة برنامج التريند واستعراض مباراة اليوم نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد طيب كلنا بنتكلم في البداية وبدأة الحلقة على مباراة العودة مع الترجي بإذن الله يوم الجمعة الجاية في استاد القاهرة الدولي المباراة بالمناسبة هيدرها تاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم الموريتاني ده حان يبدأ وإن شاء الله بإذن الله يمكن تقم التحكيم المباراة بالنسبة لها تكون مباراة يعني من الصعبة نتيجة لقاء الزهاب ممكن تكون بتسهل تفاصيل كتيرة على تقم تحكيم اللقاء ولكن بالنسبة للأهلي بأكد تاني وفي كل مناسبة أطلع أتكلم على فكرة إن الأهلي آه على الورق ضمنت بالنسبة كبيرة التأهل ولكن في الملعب لأ لسه لسه في تفاصيل كتيرة والكورة دايما معودانة على مفاجآت بتحصل في أي وقت يعني انتقاء كسبان 3-0 صعب الأهلي على أرضه يخسر 3 أو يتغلب 4 وبالتالي الجهاز الفني بيتعامل مع لقاء العودة لأن المباراة لسه نتيجة فيها سلبية 0-0 في تونس لذلك الكلام على فكرة إن الأهلي هيتعامل إزاي مع مباراة العودة فيها تفاصيل كتيرة الناس بتتكلم من مباراة على إن في حمد فتح عنده انذارين وبالتالي منطقيا إن يكون فيه راحة للعب ما يشاركش في المباراة عشان يتفادى الانذار الثالث وبالتالي ما يغيبش إن شاء الله عن المباراة النهائية في حال التأهل الناس النهاردة بتتكلم على لعيبة عندها إنذار وفي مواقع كتبت إن فيه لعيبة عندها إنذارين الكلام الكتير في مسألة الإنذارات ده أكيد الجهاز الفني والجهاز الإداري عارف هيشتغل إزاي بس أنا عارف إن إحنا في مصر بنحب نركز قوي في أدق التفاصيل فآه فكرة حمد فتح أوكي ماشي مش هنختلف عليها أكيد الجهاز الفني هيفضل إن حمد يريح المطش ده ممكن عشان ما الإنذار ما يكونش سبب في الغياب عن المباراة النهائية في حال التأهل وفي نفس الوقت برضو هتبع الآن في المباراة النهائية ما أنت برضو لقاء الزهاب لقدر له أي إنذار أكيد ممكن يمنع من المشاركة في لقاء الإياب في اللقاء الختامي ونهائي دورة عبطال إفريقيا فقصة الإنذارات بدون شرح وتفاصيل كتير الجهاز الإداري والجهاز الفني عارف هيعمل إيه هل ممكن الأهل يلعب بنفس التشكيل أو يغير كل ده لسه مش في أوانه فريق لسه راجع أول إمبارح إمبارح والنهاردة أجازة بكرة إن شاء الله هيبدأ الاستعداد لمباراة للترجي وكلنا عارفين إن ما بين لقاء الزهاب ولقاء العودة ما فيش أي مباراة رسمية محلية تبقى للليحة فبالتالي الأهل عنده مساحة زمنية كويسة جدا وكافية جدا للاستعداد للقاء العودة عاقم مباراة الترجي عندنا ثلاث مباراة محلية بنتكلم في 23, 26, 29, 5 ثلاث مباراة طبعا عشان الأهل ما لعبش في الدور غير 21 مباراة فقدر إمكان ربطة الأندية عايزة الأهل على الأقل حتى 30, 5 يكون لعب 24 مباراة وبالتالي عدد المباراة المؤجلة تكون في حدود حوالي من 3 إلى 4 مباراة على أمل تحديد موعد المؤجلات واستكمال المسابقة بعد 20, 6 الناس هتقول لي من 30, 5 إلى 20, 6 إيه الارتباطات إن شاء الله بإذن الله الأهل يتأهل لنهاء دور الأبطال عنده المباراة النهائية 4, 6 خلاص تحدد رسميا لقاء الزهاب يوم 4, 6 وبإذن الله هيكون في القاهرة لقاء العودة يا في جنوب إفريقيا يا في المغرب هيبقى يوم 11, 6 ده مواعيد رسمية ونهائية الأجندة الدولية منتخب مصر عنده مباراة من 12, 6 إلى 20, 6 هيلعب فيها مباراة مع غينيا كونكري اتحددت رسميا ومش هتتغير يوم 14, 6 حب المنتخب يعمل مباراة ودية ممكن يلعبها يوم 19 أو 20 في ختام الأجندة الدولية ما فكرش يعمل مباراة ودية وشاف إن الوقت مش مناسب أو الوقت ما أسعفوش لاختيار مباراة ودية المنتخب هيكتفي بمباراة 14, 6 في التصفيات الإفريقية وبالتالي يبدأ الأهلي بقى مشوار الدوري من جديد من بعد يوم 20, 6 ومن ساعتها عيب الأهلي نقص له عشر مباراة على ختام الدوري العام يتلعبه في فترة قد إيه يخلص الدوري إمتى لكل حادث حديث وقتها ممكن نتكلم على هذه الفترة طيب الحضور الجماهيري ناس كتير بتسأل على الحضور الجماهيري أنا شفت مواقع كتير بتتكلم على فكرة الحضور الجماهيري هيكون في حدود حوالي 10 ألاف متفرج ولكن حتى هذه اللحظة نتعامل مع البيانات الرسمية والمواقف الرسمية طالما النادي الأهلي لم يعلن وطالما شركة تسكرتي لم تعلن أي شيء بشكل رسمي فاحنا ننتظر الإعلان الرسمي 10 20 30 نرجع للخمسين اللي كنا حضرناها في مباراة الرجاء والهلال أتمنها وكل الجماهير تتمنها ولكن نتمنى الفترة الجاية يكون فيه إضافة في مسألة أعداد الجماهير يكون فيه حل جزري في مسألة الحضور الجماهيري عشان احنا داخلين على مناسبات مهمة جدا بالنسبة للأهلي احنا داخلين على نهاء دور الأبطال فكرة إن حد ممكن يفقر إن يرجعنا خطه تلو وراء لا إعلام ولا كمسؤولين ولا كإدارة ولا كجماهير نفسها ممكن تسمح بداها ويتحاول قدر إمكان الجميع بلا استثناء يتكتف لي إيجاد حل لمسألة التشجيع والحضور الجماهيري قال قرنفلات اللي احنا بنشوفها مش أقول في الملاعب الأوروبية حتى في الملاعب العربية فمهم جدا الفترة الجاية بعد مباراة التراجي يكون في الفاينال نفس الأعداد اللي احنا شفناها في المباراة السابقة اللي أنا بقول احنا عندنا أحداث مهمة جاية بالنسبة لجماهيري النادي الأهلي شئة أبيت يعني هتحتاج الحضور الجماهيري كامل للعدد مش عايزة أدخل تفاصيل كتير متعلقة بدور السوبر في أكتوبر ولكن مهمة جدا في الفترة اللي جاية حدث هيتم تنظيمه دور السوبر الأفريقي تعاون ما بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي داخل فيها رعاع على مستوى كبير جدا في المنطقة العربية جوائز مالية كبيرة جدا في فترة زمنية قليلة على عدد مباراة قليلة ممكن النادي الأهلي يدخله لو وصل النهائي وخد البطولة ما يقرب من حوالي 6 إلى 7 مليون دولار تفاصيل كتيرة أوه هتتحكي الفترة الجاية ولكن داخلين على حدث ومناسبة مهمة جدا فأتمنى فترة جاية يكون فيه دور إيجابي في مسألة الحضور الجماهيري سواء في مباراة التراجي في مباراة نهاية إفريقيا وأنا شايف نهاية إفريقيا يمكن التركيز عليها في فكرة الحضور الجماهيري سيبقى أهم وأفضل ولو فيه بعض السلبيات إزاي نقدر نعالجها في مواجهة التراجي كحضور جماهيري قبل مباراة نهاية دوري أطال إفريقيا طيب طرف المباراة النهائية بعد لقاء الزهاب للأهلي مع التراجي والوداد مع سانداونز شوفنا بارح مباراة الوداد وسانداونز ناس كتيرة ممكن تكون مختلفة على فكرة وجهات النظر هل التعادل السلبي ده ممكن يخدم سانداونز أكتر هل ممكن يكون إيجابي أكتر لفريق الوداد أنا هتكلم كلغة أرقام يعني أنا بالنسبة لي الكورة دايما ما فيهاش منطق دايما الكورة لعبة الله منطق على فكرة يعني ميزة الكورة كلعبة شعبية الأولى على مستوى العالم إن هي لعبة ما بتؤمنش أبدا بالأوراق والحسابات ومين أفضل ومين أضعف لا خالص الكورة دايما فيها إلا منطق اللي حصل في ماتش المبارح سفر سفر قد يكون إيجابي للوداد الرياضي المغربي لأن فشل سانداونز في إحراز هدف خارج ملعبه دي ما حصلتش في البطولة منذ حوالي أربع خمس شهور يعني كل مباريات خارج ملعبه بيحرز أهداف إذا ما كسبش بيتعادل إذا ما كسبش بيتعادل ما بيخسرش وممكن بيحرز أهداف خارج ملعبه بهدف واثنين واربعة وحصلت يعني حصلت أحرازه أهداف خارج ملعبهم بنتائج كبيرة أبرزها يعني مطش شباب بلوزداد وشباب بلوزداد منافس قوي في دوري أبطال إفريقيا كسبو في الجزائر أربعة لما جي لعب مع الآهل هنا حتى في دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات أحرز هدفين فالنقطة الإيجابية اللي ممكن تكون في صالح الوداد إنه ما دخلش مرمى هدف ولكن في لقاء العودة في بريتوريا بالمناسبة لمباراة تتلاقي بالساعة 3 العصر يوم ساعة 4 ساعة 4 العصر بالتوقيت الصيف الجديد في مصر هيبقى الساعة 4 العصر يوم السبت اللي جاي إن شاء الله بتوقيت القاهرة فساندونز على ما لعبه بيكسب وبيعمل نتائج كبيرة ولكن عنده مشكلة بيدخل مرمى أهداف وعلى الأقل من هدف إلى هدفين هل ده ممكن يكون نقطة إيجابية في صالح الوداد هنشوف في السابت الجاي فهي مسألة نسبية في ناس شايفة إن تعادل الوداد ده خلاص أفقد فرص التأهل وفي ناس شايفة وأنا منهم إن النسبة متقربة وتكاد تكون اللي وداد نسبته أعلى بسيط بحاجات بسيطة إذا قدر يحرز هدف في لقاء العودة حالتي الطارد اللي حصلت في فريق ساندونز هيكون مؤثرين جدا في طريقة لعب الفريق مع أفقار واستراتيجية رولاني ميكوينة المدير الفني لساندونز لأنه بيعتمد دايما على اللاعب رقم 35 ميكوينة في وسط الملعب الهجومي وبيعتمد دايما على اللاعب رقم 11 مرسله في التغيرات اللي بتتم في بعض المباريات في الفترة إلى خيرة لعيب سرية لعيب محواري بيقدر بيعمل تريبل لنه بيرقص وبيروح عالجون فممكن تكون حالتي الطارد ده المؤثرين بشكل كبير لفريق ساندونز بالمناسبة اللاعب اللي اضطردت في ماتش الوداد مبارح وساندونز هيغيبوا عن لقاء الاياب في الدور نصف النهائي وفي حال تأهل ساندونز للفاينال هيغيبوا عن لقاء الزهاب لأن الطارد بسبب العنف هيكون فيه إيقاف مباراتين طبقا طبعا للقرار الانضباطي اللي موجود في اللايحة اللايحة طيب كثيرة مال التسلسة فيها شوية لما نعد مباراة الجمعة اللي جاية ولكن من بدل كذا لو وصل في بريتوريا الساعة ولا المتش هيتلاحب في دلوقتي المتشاط بقت ساعة اربعة سبعة عشر ما فيش تلاتة ستة تسعة خلاص اتغارة الموعيد بقت اربعة سبعة عشر هل ممكن الجنوب افريق لما لو وصل ممكن يواجه الاهلي الساعة اربعة العصر بتوقيت القاهرة اتقلي بنسبة تتخطى التسعين في المية لأسباب ممكن البعض شايفها انه هي لأسباب تسوقيا ما تنفعش لأن المتش ده هيب الساعة واحدة بتوقيت جرينيتش فلما تيجي تبص على إذاعة المباراة في العديد من دول العالم او في قرات اخرى تسوقيا ممكن المباراة ما تجيبش متابعة جيدة لأن التوقيت ده في بعض الدول او في بعض القرات التانية مش هيبقى ايجابي للقرات الافريقية ولكن داخل في الامور دي تفاصيل تانية متعلقة باقامة المباراة في جنوب افريقيا تحديدا وتحديدا في بريتوريا امور ليه علاقة بقى بالامور اللوجستية في المدينة نفسها امور ليه علاقة بحالة الجو امور ليه علاقة بالتأمين تفاصيل كتيرة دخلها في اقامة مباراة نهاية دور الابطال لو ساندونز وصل فينال هيلعب الساعة اربعة العصر ولا ممكن يلعب الساعة سبعة بالليل فكرة عشرة بالليل دي مستحيلة يعني اربعة العصر يقم الساعة سبعة بالليل ده هنعرفه خلال الاسبوع اللي جاي بعد تحديد اطراف المباراة نهاية ولكن اللي اتقل نصا بنسبة اكتر من تسعين في الماء المباراة تلاعب الساعة اربعة العصر بتوقيت القاهرة اللي هتكون حوالي الساعة اعتقد واحدة بتوقيت جيرينش دي كانت ابرز التفاصيل اللي كنت عايز اتكلم فيها على مباراة العودة مع الترجي على الحضور الجماهير وإلا هيحصل الاسبوع اللي احنا فيه وكمان على طرف المباراة النهائية ولقاء الوداد وصاندونز نخرج الافاصل وبعد الفاصل نواصل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند اهلا بحضراتكم من جديد طيب اكيد محتاجين نتكلم على ترند الاهلي واللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة بخصوص ترند الاهلي لان فيه تفاصيل كتيرة اكيد متعلقة بالسوشيال ميديا وعندنا مباراة مهمة يوم الجمعة المقبل نبدأ ترند الاهلي من حساب يلا كورة ونبدأ مصدر ليلا كورة الجهات الامنية ارسلت خطاب لهيئة الاستاد لتؤكد موافقتها على حضور عشر الاف مشجع لمباراة العودة بين الاهلي والترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حتى الان كلها عبارة عن انباء ومصادر ولكن زي ما انتوا عارفين هل بنتعامل دايما مع الامور الرسمية سواء من خلال الموقع الرسمي لنادي الاهلي او حتى من خلال البيج رسمية لتسكرتي عشان نعرف العدد الرسمي النهائي وكمان توقيت فتح حجز التذاكر بالنسبة لمباراة العودة انا كل اللي يهمني العدد اكيد نتمنى انه ما يترجعش للشكل اللي احنا سمعينه دلوقتي وفي نفس الوقت كمان عايزين ناجد حلول جزرية لفكرة الاعداد الكبيرة اللي كانت موودة في الفترات السابقة عشان نكمل عليها في الاحداث اللي جاية زي ما قلت في بداية الحال احنا راحين على نهائي دوري ابطال افريقيا وراحين على مسابقة كبيرة هتقام تحت رعاية الفيفا والكاف وبالتالي محتاجين حضور جماهيري كبير جدا في الاحداث اللي جاية واعتقد احنا بنشوف دلوقتي المباراة في جنوب افريقيا في المغرب في بعض الدول فيها حضور كبير جدا وان شاء الله باذن الله مع الايام الجاية هيكون فيه اعداد ان شاء الله انا متفائل مع موعد نهائي دوري ابطال هتكون الامور دي افضل وافضل باذن الله نروح لحساب اليوم السابع وكولر يخطط لمنح افشة فرصة الظهور في تشكيل الاهلي امام الترجي دي الجزء اللي كنت بتكلم عليها فكرة الغيابات هل ممكن كولر يدفع بعناصر ما شركتش في لقاء الزهب هل ممكن نشوف احمد قندوسي نشوف افشة من البداية نشوف احمد عبدالقادر من البداية طاهر محمد طاهر بيتم بالتأكيد راحة حمد فتحي فيبقى موجود نص الملعب القندوسي مع ديانج مع عمر السلية وجود مروانة عطية يعني كل الاسامي دي اكيد متاح عشان نشوف الطريقة اللي ممكن يلعب بيها كولر لقاء العودة الميزة اللي موجودة حاليا في النادي الاهل بغض النظر عن النتائج والاداء انك عندك قوام رئيسي واساسي واكتر من قوام اخر ممكن يعود القوام الاساسي اللي بيلعب في المباريات الاخيرة وده شيء يحسب للتخطيط اللي بيتم في قطاع القورة خلال السنوات الاخيرة عشان توصل السنة دي وانت بتلعب للسنة الرابعة على التوالي سيمي فاينال وان شاء الله ممكن بإذن الله يبقى فاينال خلال اسبوع عشان تبقى عملت رقم قياسي ما تحققش من 2008 وده ارقام محدش بيكسرها الا الاهل بنفسه يعني الارقام اللي بيحقق الاهل في دورة ابطال افريقيا مفيش منافس بيكسرها ده الاهل هو اللي بيكسر ارقامه القياسية وده حاجة اكيد مهمة جدا وإيجابية بنحب نفتخر بها دايما لما بنتكلم على النادي الاهل طيب كورا بلاص ومهتمين بمن سيكون خليفة نبيل معلول في القيادة الفنية للترجي التنسي على عوضة كورا بلاص بيقولوا ان معيني الشعباني يرفض تدريب الترجي وقالوا ان اقدارة الترجي التنسي توصلت مع معيني الشعباني مدارب سيراميكا كيليوباترا اللي النهاردة عنده مباراة في الجولة الـ 28 من الدوري العام لخلافة نبيل معلول اللي تقدم باستقالة ولكن طبقا لصحيفة الشروع التنسية ونقلت عنها كورا بلاص ان معيني الشعباني فضل انه يستكمل مسيرته مع سيراميكا كيليوباترا وما يكن او ما ينتقلش ويروح يقود فريق الترجي في مرحلة صعبة جدا ممكن بقى يكون عنده حسابات ان الترجي خلاص في نهاية الموسم مش هيقدر يقدم جديد ممكن يكون مستني بعد ما يخلص الموسم يعني اكيد في تفاصيل لسه مش واضحة للإعلام والصحافة عشان نقدر نتكلم فيها ولكن مبدئيا الشروع التنسية وكورا بلاص نقلن عنهم معيني الشعباني تمسك بالاستمرار في سيراميكا واجل فكرة او رفض فكرة تولي تدريب الترجي التنسي حاليا كورا 11 وخبر غريب بصراحة لما قرأت الخبر قبل الحلقة وبصف التفاصيل بيقولوا ان الكولار في ورطة رباعي الاهلي مهدد بالغياب عن نهائي دور الأبطال إفريقيا بعد اقتراب التأهل مع احترامي طبعا للكاتب الخبر وصفحة كورا 11 خبر ده غير صحيح واعتقد ده مش محتاج مصادر يعني ده محتاج التأكد بس الاول من المعلوم يعني كاتبين الشحات حمد فتحي محمد هاني طاير محمد طاير عندهم انذارين ولو خدوا انذار في مباراة الترجي يوم الجمعة اللي جاية مش هلعبوا زهاب النهائي لو الاهلي تأهل كلام ده غير صحيح يعني اللعبة دي خدت انذار واحد في مباراة الرجاء ماخدوش انذارات في مباراة الترجي فبالتالي غيبوا عن المباراة النهائية لو خدوا انذار تالت فالمعلومة غير صحيحة وأتمنى يكون فيه دقة في مسألة الانذارات عشان ما يحصلش بلبلة ما بين الجمهور على السوشيال ميدي هو الوحيد المهدد حمد فتحي فقط طيب حساب كرة إليفن ايضا بيقولوا خبر عاجل محكمة القضايا الاداري بمجلس الدولة تقرر تأجيل الدعوة التي اقامها النادي الاهلي بحل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لجلسة 28 مايو الجاري طيب النهاردة كانت فيه جلسة بخصوص دعوة النادي الاهلي لبطلان قرار تعيين لجنة انضباط المخالفة لليحة النظام الاساسي للاتحاد المصري اللي اقرها الاتحاد الدولي واعتمدها في الفترة السابقة والبعض كان بينتظر النهاردة صدور قرار فيه ناس كانت بتنتظر قرار عدم اختصاص وانا بأكد ان الكلام ده مش هيحصل وطبعا انتو عارفيني الناس اللي بتنتظر قرار عدم اختصاص لأسباب تانية انتو فاهمينها يعني لكن في نفس الوقت النهاردة مجلس الدولة ادى قرار مهم جدا التأجيل لـ 28 مايو للاطلاع وبالتالي فكرة عدم الاختصاص مش واردة في ازهان بعض الناس اللي بتفكر ان القرار ممكن يروح للسكة داية طيب للاطلاع يعني لسه حتى الان مفيش قرار فصل في مسألة شرعية او عدم شرعية اللجنة والقضية لسه منظورة وبالتالي طالما القضية لسه في المدولة ومنظورة في مجلس الدولة ماينفعش نطلع نتكلم على تفاصيل متعلقة بالقرار المنتظر لان دي احكام لازم نحترم فيها القضاء المصري بنسبة كبيرة وبشكل كبير جدا طيب على المستوى الرياضي قهربة يستمر في المشاركة في المباريات المحلية لحين انعقاد جلسة جديدة للجنة الاستئناف برئاسة المستشرة عادل الشرباجي عشان ينظر التطورات الاخيرة هل هيستنى لـ 28 مايو بعد تأجيل القرار ولا هيعمل جلسة قبل 28 مايو عشان يشوف الاجل الاطلاع ده الاسباب ايه عشان يقدر هو يشوف قراره ده هنشوفه خلال الفترة الجاية ولكن اللي قدر اقول لكم عليه ان القهرباء بيشارك في البطولة الافريقية بشكل مستمر ما عندوش اي مشكلة وكمان في البطولة المحلية لو في مباراة في الدوري بكرة هيلعب لو في مباراة في الدوري بكرة هيلعب ما عندوش ادنى مشكلة يخلص او الاهل يخلص مشواره مع الترجي عندو 3 مباراة في الدوري 23 26 اعتقد 28 او 29 مايو في التوقيت ده طالما فيش قرار من لجنة الاستئناف ولسه الجلسة او قرار مجلس الدولة مطلعش وما فيش قرار قهرباء بيشارك في الدوري المحلي لحين اتخاذ قرار في الفترة اللي جاية ويعني ما تلاقوش ان شاء الله النادي الاهل في الجزء القانوني والاداري ده شغال فيه بشكل كويس جدا وعارف مصلحة النادي بشكل رائع طبقا لللواح والقوانين والنصوص اللي موجودة في القضايا الاداري وايضا في لائحة النظام الاساسي اللي اعتمدتها الجماعية العمومية واعتمدها الاتحاد الدولي واللي بتنص على انتخاب لجنة الانضباط وليس تعيين لجنة الانضباط وبالأدق كمان لو في عضو مش موجود انتخاب عضو واحد او تعيين عضو واحد لعين لحين انعاقات جماعية عمية للانتخاب طبعا كل ده ما حصلش عشان كده الاهل رفع قضية لان كل اللي حصل في فترة اللي فاتكت فيه عوار كبير جدا قانوني ولا احي طيب يلا كورا وبتكلم على فكرة كيف يؤثر قرار محكمة القضايا الاداري على مشاركة قهربة مع الاهل ده اللي كنت بتكلم فيه دلوقتي وقلت اللي حصل والاهل رفع قضية وعمل ايه والكلام ده كله وبالتالي حتى هذه اللحظة لسه لجنة الاستئناف ما تقدرش تاخد قرار او تنفذ اي امور متعلقة بهذه القضية لحين النظر في هذه القضية والجلسة حتى 28 مايو المقبل هل اللجنة ممكن تفكر في نعاقات جلسة قبل معاعد جلسة مجلس الدولة او جلسة القضايا الاداري ما فيش حاجة معلنة او رسمية فهنا اتعامل مع القرار اللي صدر النهاردة ان القضايا مؤجلة حتى 28 مايو للاطلاع حاجة اخيرة في الجزئية زي جماعة قبل ما انتقل لاخر حاجة في ترند الاهلي الناس لازم تفهم وتفرق ما بين الطعن على القرار الاداري اللي صدر فيه تعيين من وزير الشباب والرياضة واعتماد التعيين عن القرار الرياضي الفني يعني لا لو ليه ضرب الجزاء او مسألة خصم 3 نقاط او مشكلة ليه علاقة بتعاقد مع لاعب ده ما روحش فيه لقضايا الاداري ما روحش فيه لقضايا الاداري دي كلها مشاكل فنية ليه علاقة بدلاب العمل داخل لجان الاتحاد اتحاد الكورة لكن اي مشكلة ليه علاقة بقرار اداري داخل فيه تعيين واعتماد تعيين هذا القرار من وزارة الشباب والرياضة هنا ليه الحق ان انا اطعن عليه في القضايا الاداري وما يبقاش مخالف لتعلمات الفيفا ما يبقاش مخالف لتعلمات الفيفا بشكل كبير جداً ما بين التفاصيل دي عشان تبقى عارفة الأهل لما أخد الخطوات دي كانت خطوات مبنية على أي أسس لأن فيه ناس عندها خلط وفيه ناس مش واخدة بالها أن فيه ناس قدمت شكاوي في قرارات فنية رياضية في القضايا الإداري ومحدش علق ومحدش قال يا جماعة ده غلط ومحدش قال يا جماعة الكلام ده يوقف النشاط ومحدش قال ساعتها نطلع بيان من الوزارة أو من أي جهة وتنفي الكلام اللي تقال ده لا ما حصلش مغرد بس من الأهل طعن على قرار إداري ليس رياضي ينهر بيانات وكلام وهات وخدوا عن روح للفيفا والمحكمة الرياضية بالمناسبة اللي بيتكلم على أنه ممكن يروح للمحكمة الرياضية بتضيعش وقت روح للفيفا الأول والفيفا لو قالك لا اطلع المحكمة الرياضية لكن لو روحت للمحكمة الرياضية هتقولك عدم اختصاص دي بس معلومة عشان تبقى عارف لما تذهب أو لما تروح لسويسرا تطلع على فين هنا ولا هنا عشان لو روحت للاتنين هترجع بالملف ومش هتعمل أي حاجة آخر حاجة في تريند الأهلي كورا بلس كولر يحسم مصير شادي حسين والأهلي يحدد البديل فكرة الإعراض اللعيبة اللي ممكن ما تكملش مع الأهلي ده سابق الأوانه تبقى للرؤية الفنية الناس طبعا شايفة إن فيه لعيبة ما بتشاركش بشكل أساسي وبعيدة عن الاختيارات الفنية من مرسل كولر فأكيد الناس عندها أفقار وشايفة إن فيه مصادر ومعلومات إن ممكن اللعيبة دي ما تكملش مع الأهلي ولكن أنا مؤمن دايما إن الكورة فيها مفاجآت ننتظر لنهاية المسلم لعله وعسى اللعيب اللي ممكن خارج اللسكور وبيشاركش بشكل أساسي فلحظة والله ممكن تلاقي جهاز الفن يبيستعين به ولكن أكيد أي لعب بره اللسكور ممكن يكون بيفكر في المراحل الجاي هيشتغل فيها إزاي كلام متعلق طبعا بالتجديد لبعض اللعيبة زي حسين الشحات رمي ربيعة محمد مجدي أفشا ممكن شادي حسين بيفكر أنه عايز شارك ينتقل إنه دي تاني الأمر متعلق بأيمن أشرف كل التفاصيل دي أكيد الناس بتفكر فيها ولكن رسميا ما عنديش معلومة قادرة أقولها في التوقيت ده لأنه لسه مدري قوي على الملف ده نخرج لفاصل ثم نواصل بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد والتريند المحل وعندي كلام مهم جدا بخصوص منتخبنا الوطني عندي خبرين هتكلم عليهم وفي نفس الوقت هتكلم وحسن فكرة ماتش غينيا كونكري هيتلاعب إمتى وفين عشان حالة الجدل اللي خرجت بخصوص معاد المباراة والتضارب اللي تم مع تحديد النهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11 يونيو البداية من يلا كرة وفي تصريح للكابتن محمد غرابة مدير منتخب مصر وقال فيه إن منتخب مصر بيتواصل مع 45 لاعب في أوروبا من مزدوجي الجنسية بحيث أن يكون فيه تدعمات الفترة الجاية من لعيبة على غير ما بيحصل فيه بعض الدول العربية والدول الإفريقية في مسألة التجنيس هو جزء مهم ولكن محتاج تخطيط على مدى أبعد وأطول شوية وفي الجزء التي تحديد يا جماعة اللي حابب يجي يلعب لمنتخب مصر أهلا وسهلا لكنك تتواصل وتروح وتقعد وتقنع أنا ما بحبش الطريقة دي لإن اسمه مصر وعلم مصر ومنتخب مصر يعني أعتقد مش محتاج تقنع حد إنه يجي يلعب في منتخب بلده أيا كان اسمه وعندنا يعني صوابق قديمة لأسماء لعيبة كان فيها أمثلة وشفنا اللي حصل فيه لعيبة جت وما استفدناش بيها وفيه لعيبة حاولنا معاها وما جتش وحتى لما لعبت مع منتخبات تانية ما أضفتش كتير طيب ملعب القرار بقى عشرين بيتكلم على إن إمام عشور يغيب عن معسكر المنتخب أمام غينيا وفيتوريا يجهز البدائل إمام عشور عنده إصابة ويبدو أن الإصابة مكملة معها لحد نهاية المسلم طيب موقف مباراة غينية النهائي لأن أنا شفتها صراحة كتيرة جدا للكابتن محمد غرابة مدير منتخب مصر أولا المباراة اتحدد لها رسميا خلاص هتتلاقي بيوم أربعة عشر ستة والأجندة هتبدأ من اتناشر لعشرين ستة فكرة إن الاتحاد أو منتخب مصر يغير معاد الأجندة الدولية أو يغير معاد مباراة غينية بدل أربعة عشر تترحل وتبقى تمنتاشر أو تسعتاشر أو عشرين ده مش قرار الاتحاد المصري ولا قرار الاتحاد الافريقي ده قرار الاتحاد الغيني هو اللي بيستضيف المباراة وبالتالي هو اللي بيختار المكان وهو اللي بيختار الموعد فهو اختار مباراته مع مصره مربعة عشر إنه عنده مباراة و educational مع منتخب البرازيل على ما أعتقد يعني يوم سبعة عشر أو تمنتاشر على ما أظن فبالتالي يجب على المنتخب وعلى كابتن محمد غرابة وعلى روي فيتوريا يعني يكسب مزيدا من الوقت عشان يحدد معاد المباراة الودية اللي هتتعب في الأجندة الدولية أي فرصة لتأجيل مباراة غينية صدقني هتكون بتضيع وقت على الفاضي هتلعب مع غينية خلاص 14-6 وحضر نفسك لمباراة ودية تلعب بقى 18-19-20 مش عايز تلعب دي حاجة ترجع لك ولكن متضيعش وقت وتقول عندك مشكلة ما بين معاد الأجندة الدولية ونهاء دوره أبطال إفريقيا أنت لو كنت عايز تلعب مباراة غينية في ختام الأجندة الدولية عشان دي مباراة رسمية فلعبت القالة تجيلك وعندها مساحة وقت فكرة كويسة ولكن خد بالك ده مش قرارك ولا قرار الاتحاد الإفريقي ده قرار الاتحاد الغيني هتيجي تقول لي ما كل المنتخبات التانية محددة مباراةها يوم 16-17 أوكي بس دي المنتخبات اللي هتلعب على ملعبها فهي اللي محددة المباراة على ملعبها بس خد بالك برضه المغرب هتلعب مباراة دية يوم 12-6 في أول تجمع للأجندة الدولية مع الرأس الأخضر دي مباراة دية فهي حددتها يوم 12 فمحدش هيديك استجابة على فكرة تغيير الموعيد اكسب وقت وحدد مباراة دية تانية وحضر نفسك أنها تلعب مباراة غينية سواء تلعبت في المغرب أو تلعبت في مكان تاني إن غينية هتلعبش على ملعبها حضر نفسك أنك ممكن تلعب على الأقل بدون لعب الأهل لأن الأهل إن شاء الله في حال التأهل للنهاية هيكون عنده مباراة يوم 11 اتلعبت في المغرب والأهل واجه الوداد هيكون من حصن حظ منتخب مصر لأن غالبا غينية هتلعب في المغرب اتلعبت في جنوب إفريقيا أعتقد ممكن الجهاز الإدارة والجهاز الفني يشتغل من دلوقتي على إنه إزاي يلعب مباراة غينية بدون وجود لعبة الأهل لو جات لك متأخرة قبل المباراة بساعات قليلة جدا دي نقطة كنت عايز أتكلم فيها ووضحها ليه جهاز منتخب مصر لأنه بقالهم أكتر من حوالي أسبوعين خطابات رايحة وخطابات جاية وغينية حددت بشكل رسمي خلاص المباراة يوم 14-6 ففكر التضارب مش موجودة بنسبة كبيرة ولو اتكلمنا عن التضارب التضارب ده على فكرة يمكن أقل كتير من التضارب اللي كان موجود مع الأهل في مناسبات سابقة سواء مشاركة كاس عالم أندية مع كاس أمم إفريقيا وما كانش وقتها الاتحاد قادر يزبط الأجندة بسبب أن الموضوع أكبر منه ومن النادي الأهل المرادة الموضوع بسيط ممكن يتحلوا في إيد منتخب مصر ممكن يحلوا بس يركزوا ويشوفوا اللي جاي وما يركزوش على تأجيل مباراة غينية لأن القرار مش قرار مصر ولا قرار الكاف ده قرار غينية هي المستضيفة للمباراة نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع للجزء الأخير من برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند ونروح بسرعة للترند العالمي نشوف معنا إيه في البداية والبداية النهاردة مع تريزي جي خبر كانت مفاجأة بالنسبة لكل السادة المتابعين كورا بلص نقل عن جريدة الصباح التركية بتقول أن تريزي جي يوافق على الرحيل إلى أهل جدة السعودي هناك مفاوضات تمت بالفعل بين أهل جدة و تريزي جي خلال الفترة الأخيرة واللعب أبدى موافقته على الراتب السنوي المعروض يتبقى توصل أهل جدة للتفاق مع نادي ترابسون سبور قبل إتمام الصفقة بصراحة يعني خبر بالنسبة لي يعني مش كويس أنا كنت أتمنى أن تريزي جي دا لو الخبر صح كنت أتمنى أن تريزي جي يكمل في مشواره الاحترافي في أوروبا حتى لو انتقل لأندية أخرى غير الدور الإنجليزي لعله عسى يكمل في أوروبا عشان يبقى عنده فرصة أن يرجع تاني لأستون فيلا في الدور الإنجليزي لكن فكرة أن يرجع يلعب في الخليج بتبعد فكرة أنه ممكن يلعب من تاني في الدوريات الأوروبية أتمنى أن تريزي جي دا دايما لما بيخطط لمشواره اللي جاي يكون معاه حد مفيد جدا أو يفيده بشكل كبير في مسألة اختيار الأندية اللي ممكن يلعب فيها لو سألتوني على فكرة أن يرجع يلعب في الدوري السعودي لو خلاص خد القرار أنا أتمنى يرجع الأهل يعني أنا أتمنى تريزي جي يرجع الأهل طالما خد قرار أن يرجع يلعب في المنطقة العربية تنتيجي إزاي تتحل إزاي مع رش لكن تريزي جي من اللعبة كل جمالي الأهل بتحبها يعني كل الناس بتحبه لعب أخلاق مستوى فني كل حاجة فأتمنى الخير لتريزي جي وأتمنى يكون عنده قرار مهم جدا وكويس في صالحه بالنسبة للمرحلة اللي جاي آخر حاجة في تريند العالمي يلا كورا بيقوله وفقا لصحيفة موندو دوبرتيفو في حال فاز برشلونة بلقب الليجة مساء اليوم في ملعب اسبانيول لن يحصل على الكاس وسيتم تأجيل حمل الكاس حتى مباراة الكامبنو القادمة ضد ريال السوسيداد اللي هتتعب يوم السبت عشرين مايو عشان يحتفل البرصة بالكاس أمام جماهيرو في الكامبنو يوم السبت المقبط طب نروح بقى للسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة طرفي نهائي دور الأبطال توقعاتكم ممكن يكون مين أول تعليم معايا عبدالله الأهلاوي بيقول الأهليو سندونز نبدأ نحسب بقى حزبتنا عشان نشوف التوقعات اسلام أحمد بيقول إن شاء الله الأهليو سندونز عشان نرفع الكاس في الملعب اللي خسرنا عليه ده تحدي لبعض الجماهير وأنا أعتقد حتى اللعيب عندها التحدي ده أستاذ محمود فوزي بيقول إن شاء الله هيكمل فرحتنا وفرحنا فرادس ونكمل باقي الموسم أحسن واحسن إن شاء الله وإن شاء الله نفوز بدور الأبطال والدوري والكاس طيب هو قال تمنياته لكن ما قالش توقعاته أستاذ حلم بيقول سندونز واضح إنه الأقرب بالتأهل ولكن لا أستبعد إن الوداد يكون ليه فرصة ويخطف جول ويقفل ولكن بقول إن النهاء هيكون أهل وسندونز وإن شاء الله يكون 11 الحدية 10 في الجزيرة كده التلات توقعات أهل وسندونز محدش توقع الأهلي والوداد خالص رجب بيقول الكل متوقع الأهل وسندونز ولكن إحساسي الودادة يتعادل واحد واحد في جنوب إفريقيا توقعات حاجة والإحساس حاجة تانية وليد بيقول إن شاء الله بنسبة كبيرة الأهلي وأتمنى أن يكون الترف التاني سندونز لا يعني ده واضح إنه بنسبة 100 في المية كل التوقعات رايحة لفكرة إن الأهل هيواجه سندونز في الفاينال والختمة هيكون في بريتوريا في إحساس عند البعض إنه ممكن الوداد يعمل مفاجأة ولكن هل المنطق هيكون فيه مفاجأة ويحصل اللامنطق في بريتوريا والوداد يوصل في الفاينال ويعني يدي سندونز أول خسارة على ملعبه في دورة أبطال إفريقيا ده هنشوف يوم السبت اللي جاي لما يصفر الحكم السوداني محمود إسماعيل بختام المباراة يوم السبت اللي جاي الساعة 6 بتوقيت القاهرة ده مش معاد المباراة لا دي صفرة النهاية إذا المباراة انتهت فوقتها الأصلي في 90 دقيقة بيتعادل إيجابي أو أي ويفوز للوداد الرياضي المغربي في الختام بشكر حضراتكم على حصن المتابعة والمشاهدة ونلتقي بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء